بكم مجدداً المشاهدين الكرام حلت سنة 2023 لكن النماذج الرقمية لم تتغير يعني احتبقى دايماً وضعية جوية مستقرة للأسف خلال الأيام وحتى الأسبوع المقبلة وهذا ما يشيره النموذج الرقمي للعالمي أقول فيما يخص ضغط الجوي بداية من يوم غد الأثنين إلى غد يوم الأربعة يعني كنا نتوقع حيكون يوم الجمعة تكون هناك أمطار تكون أمطار معتبرة لكن للأسف نحظه يعود من جديد المرتفع للضغط الجوي يعني من الجهة الغربية يعود من جديد ليسيطر على أغلب دول حوض البحر الأبيض المتوسط لكن هذا المرتفع هو الذي يعتبر كحاجز ومانع لدخول المنخفضات القوية المتواجدة بشمال أوروبا يعني نحظه مشاهدينا هذا المنخفض يعني سيدخل بنوعا ما ضعيف حيمد بعض الأمطار تكون أمطار جد متفرقة أمطار جد ضعيفة يعني ما نلاحظه أمامنا حسب هذا النموذج الذي أمامنا الآن وعلى المباشر يعني حسب أخير الضغط الجوي تشير أن المنخفض للضغط الجوي هيكون يعني نوعا ما ضعيف خلال الأيام المقبلة على عكس ما كنا يعني لاحظنا قبل أسبوع يعني كان هناك كان هناك منخفض قوي لكن يعني أقول نقصت الحدة تنقص حدة الأمطار يعني خلال أيام المقبلة حسب ما نشاهد الآن على المباشر يعني المنخفض يبقى في الجهة الشرقية للبلاد لكن يعني لا لرغم ذلك أقول نبقى نسجل بعض الأمطار نوعا ما جد ضعيفة إن شاء الله تغير هذه النماذج تكون هناك أمطار خلال الأيام المقبلة يعني مثلما تغيرت من قبل إن شاء الله تعود تغير ما علينا سوى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا غيثا نافعا خلال الأيام المقبلة إن شاء الله خاصة نرى في فصل الشتاء الآن مشاهدنا شوفوا مع بعض الكتل الهوائية ودرجات الحرارة درجات الحرارة تبقى دايما فصلية خلال فترة الصباحة والفترة الليلية يعني الأجواء تكون باردة ونسجل دون الصفر على أغلب المدن الداخلية ما بين صفر درجة إلى غير درجتين تحت الصفر المرتقبة على أغلب المناطق الداخلية بالنسبة للسواحل الوطنية رح تروح ما بين حوالي ثلث درجات إلى غير ثمين درجات الجنوب الجزائي تكون ما بين حوالي ثلث درجات إلى غير عشر درجات فقط لكن هناك الفرق الشاسع وتبقى دايما درجات حرارة نوعا ما مرتفعة أو غير فصلية رح نسجلوها خلال الظهيرة على شمال البلد بالخصوص رح تكون ما بين حوالي خمسة عشر درجة كأدنى مقياس وعلى مقياس حوالي ستة وعشرين إلى سبعة وعشرين درجة كما نلاحظوا في الصور على أغلب المناطق الشمالية فيما يخص المناطق الجنوبية تكون درجة حرارة كذلك في فصلية خلال الظاهرة والحمد لله رح تروح ما بين عشرين إلى غاية ثمينة وعشرين درجة فقط البحر إن شاء الله خلال الساعة المقبلة بداية من يوم غد الأثنين إلى غاية يوم الأربعة حيكون بحر هادئ وجميل هو الآخر يعني في ظل استقرار في مراكز الضغط الجوي إلى غاية يوم الأربعة الرابعة إن شاء الله جنوفي يوشي على أن البحر يبقى دايما هادئ وجميل على طول الشريطة الساحنة مع رياح روح سرعة ما بين عشر حتى ثلاثين كيلومتر في الساعة رؤية تبقى دايما متوسطة اتجاه الموجة رح تكون جنوبية غربية تماما على السواحل الغربية والوسطى وشمالية غربية على السواحل الشرقية للبلاد مشاهدين وضعية جوية نوعا ما دائما مستقرة يعني بقى دايما نعيش أجواء نقدر نقول لها رابعية للأسف في عز فصل الشتاء لكن نأمل خير يعني بحلول السنة الجديدة نتكون هناك الأمطار بحول الله خلال أيام المقبلة تتغير النماذج تكون أمطار ثلوج وكذلك تقصيح يكون بارد يعني جو الشتب إن شاء الله يا رب يعني تتغير الوضعية الجوية خلال أيام المقبلة الآن مشاهدين في الختام نذهب إلى الجارة تونس نتعرف نهار اليوم على قصر ولاد السلطان هو أحد أهم قصور الجنوب التونسي يقع قرب مدينة تطاوين ينقسم موقع قصر ولاد السلطان إلى السحاتين تحيط بهما غرف مبنية على مستويات مختلفة بهذا مشاهدين ناصر لطيور قد حوال التقص نعود إلى أسامة لكن بعد الفاصل